بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برزت أكثر الدعوات إلى الفرانكزيت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبين جعلت موضوع الهجرة وموضوع الحدود والسيادة الوطنية أساسا وطلبت باستفتاء في الخروج من الاتحاد الأوروبي في فرنسا ودول الاتحاد ودعت في البداية إلى ضرورة عودة بلادها إلى استخدام الفرانك بدلا من اليورو العملة الموحدة بين دول الاتحاد الأوروبي لتتمكن فرنسا من إجراء تعديلات اقتصادية بحسب لوبين لبريكزيت أضحط خطابا أساسيا من قبل الجمهوريين والاشتراكيين لمواجهة لوبين والحقول دون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المرشح المستقل إيمانويل مكران وصل حملاته الانتخابية قبل الجولة الثانية وعمد إلى الحديث عن ضرورة الإصلاحات داخل الاتحاد الأوروبي وجعل شعاره معا من أجل فرنسا فيما كان شعاره سابقا مصلحة فرنسا ضمن الاتحاد مع الاستفادة من الأسواق ومن الدول الأوروبي لا تقف جبهة اليسار بوجه الاتحاد الأوروبي هنا فقد استطاع خطاب ميلانشون أي واحد الملايين في نقده هيمنة المؤسسات الأوروبية ودعا إلى تغيير سياسات فرنسا منتقدا القانون الأوروبي حول العاملين المستقلين اليوم يقف الناخبون أمام خيارين أولهما اختيار زعيمة الجبهة الوطنية لوبين المعروفة بمعاداتها للمسلمين واللاجئين وتأييدها لفرانكزيت على غيرار بريطانيا وسيشكل فوزها ضربة للدول الاتحاد الأوروبي ثانيهما أي اتفق الشعب بجميع انتماءاته الحزبية على تفادي فوز لوبين لتجنب انهيار الاتحاد واختيار الشاب ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي وبحسب نتيجة الدورة الأولى بين أنصار لوبين وأنصار ميلانشون يظهر أن مناصري ومؤيدي خروج فرنسا من الاتحاد هم شريحة كبرى في المجتمع الفرنسي وبناء على ذلك دعا الاشتراكيون والجمهوريون أنصارهم للتصويت لصالح ماكرون بوجه لوبين